في تعز أيضاً أصيبت مرأة برصاص قناص حوثي في حي الروضة شمال شرق المدينة وقالت مصادر محلية إن قناص متمركزاً في تبة أبو الذهب التي تسيطر عليها جماعة الحوثي استهدف المواطنة أمة الرحمن محمد أثناء عودتها إلى منزلها في حي الروضة ويتهي مناشطون حقوقيون جماعة الحوثي بتعمد استهداف المدنيين في تعز واستمرار استهداف المدينة برصاص القناصة وقذائف المدفعية رغم سريان الهدنة الأممية يوم أمس تم قنص فتاة شابة في العشرين عدنا العمر في حي الروضة تستمر هذه القرائم في ظل الهدنة وكأنها أصبحت شرط من شروط الهدنة أن يتم قتل وقرح المدنيين في مدينة تعز وفي بقية المحافظات وكأن الحوثيين ضوان أخضر من المبعوث الأممي في استهداف المدنيين وقتلهم كشرط من شروط الهدنة عدم التزامهم بهذه الهدنة وعدم الضغط عليهم من قبل المبعوث الأممي من قبل الأمم المتحدة والدول الرائعة لهذه الهدنة يدل على تراخي هذه الهدنة وعدم جدية هذه الهدنة التي تصيب المدنيين في مقتل في جميع المحافظات